في إطار برنامج تضافر لدعم المشاركة المواطنة بالجماعات والمنفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والوكالة البلجيكية للتنمية نظمت بطاطا ورشة عمل تشاورية وتفاعلية بين مختلف الفاعلين تروم تفعيل آليات المشاركة المواطنة على صعيد الجماعات وتعزيز التعاون والشراكة بين الفاعلين المحليين في هذا المجال لدينا شرف أنه نكون من بين 12 جماعة بيلوت على السعيد الوطني فيما يخص هذا المشروع للتضافر يوميا تواجدوا في الورشة التكوينية فيما يخص المتسلل الورشة التكوينية من أجل تقديم عناصر النموذج من المشاركة المواطنة وكذلك وضع خطة عمل الجماعة من خلال سانتين ومقبلتين من أجل تفعيل وتعزيز مشاركة المواطنة للجماعة الطاطا وشارك في هذا اللقاء ممثل وممثلات جماعة طاطا من منتخبين ومنتخبات وكذا الأطر الإدارية بالإضافة إلى أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة وعدد من أعضاء آليات الحوار والتشاور التي أحدثتها الجماعة ترجمة نانسي قنقر